البيت الأول مجدوني تفتق في ينابيعية فيضا وفي ترابي ربيعا مجدوني فعل أمر مبني على الحث في النون لأن مضارعه من أفعال الخمسة والواو ضميرا متصرا مبني على السكون في محل رفع فاعل والنون للوقاية والياء ضميرا متصرا مبني في محل نصف مفعولا به تفتق فعل أمر مبني على حث في النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة لاتصاله بواو الجماعة والواو ضميرا متصرا مبني على السكون في محل رفع فاعل في حرف جر ينابيعية اسما مجرور وعلى متجره الكسر الظاهرة والياء ضميرا متصرا مبني على الفتح في محل جر بالإضافة فيضا حال منصوبة وعلامة نصفها الفتحة والواو حرف عطفين وفي حرف جر ترابي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره والياء ضميرا متصرا مبني على السكون في محل جر بالإضافة ربيعا استمع طوف على منصوب منصوبا من الثهو جملة مجدوني فعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب وأتفتق فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب البيت الثاني وحدة نحن يضحك القلب للقلب وتستلهم الضلوع الضلوع وحدة خبر مقدم مرفوع وعلى مترفعه الضمى ونحن ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ يضحك فعل مضارع مرفوع وعلى مترفعه الضمى القلب فاعل مرفوع وللقلب جار ومجرور والباب حرف عطفا وتستلهم فعل مضارع مرفوع والضلوع هنا فاعل مرفوع والضلوع مفعول به منصوب والألف للإطلاق وحدة نحن اسمية ابتدائية لم حل لها من الإعراب وجملة يضحك القلب فعلية استئنافية وتستلهم الضلوع الضلوع فعلية معطوفة لا محل لها من الإعراب البيت الثالث كم أقلنا معثرين حيارا واحترقنا على الدروب شموعا كم خبرية كثيرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق أقلنا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بين الدالة على الفاعلين والنظمير متصلا مبني في محل رفع فاعل معثرين مفعول به منصوب وأنا متنصبه لياء لأنه جمع مذكر سالم حيارا سفة منصوبة وأنا متنصبها الفتحة المقدرة على الألف للتعذر ولو حرف عطفين واحترقنا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله من الدالة على الفاعلين ونظمير متصلا مبني في محل رفع فاعل على الدروب جار ومجرور شموعا حال منصوبة كم أقلنا معثرين حيارا استئنافية لا محل لها من الإعراب واحترقنا فعلية معطوفة على لا محل لها من الإعراب البيت الرابع همنا أن نمزق الحجوب السوداء ضياء ونكشف المجهولة همنا مبتدأ مرفوع وعلم ترفيه الضمة ونظمير متصلا مبني في محل جرن بالإضافة أن حرف نصب ومصدري ونمزق فعل مضال منصوب بأن وعلم تنصبه الفتحة الحجوبة مفعول به منصوب السوداء صفة منصوبة ضياء تمييز محول عن مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة ونكشف هنا فعل مضارع منصوب لأنه معطوف على نمزق المنصوب المجهولة مفعولا به منصوب همنا فعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب وجملة نمزقة فعلية سيدة الموصول لا محل لها من الإعراب ونكشف هنا فعلية معطوفة لا محل لها من الإعراب البيت الخامس كثفتنا الحياة حتى كأن ألف جيل منها يعاني قجيلة كثفتنا فعل ماضي مبني على الفتح والتالي التأنيف لا محل لها من الإعراب ولا ضمرة متصلا مبني في محل نصب مفولا به الحياة فعل مرفوع حتى حرف ابتداء كأن حرف مشبه بالفعل وناظ ميران متصلا مبني في محل نصب اسم كأن ألف خبر كأن مرفوع وجيل مضاف إليه ومنها جارو مجرور يعاني قفال مضال مرفوع جيلا مفول به منصوب وجملة معاني قفالية في محل رفع صفا البيت السادس وغدا تلعب الطفولة بالوردي وتنمو حقولنا وتفيض الواو استئنافية وغدا مفول فيه زرفة زمان منصوب وعنى تنصبه الفتحة تلعب فعل مضارع مرفوع الطفولة فاع المرفوع بالوردي جارو مجرور الواو حرف عطفين تنمو فعل مضارع مرفوع وعنى ترفعه الضم المقدر على الواو للثقل حقولنا فاع المرفوع وناظ ميران متصل لمبني في محل جر بالإضافة الواو حرف عطفين وتفيض فعل مضارع مرفوع البيت السابع كل فقر يفنع ويفنع مع الفقر زمان جهم وكون بغيد كل فاعل مرفوع وفقر مضاف إليه مجرور وعنى تجاره الكسرة يفنع فعل مضارع مرفوع وعنى ترفعه الضم المقدر على الألف للتعذر الواو استئنافية ويفنع فعل مضارع مرفوع وعنى ترفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر مع هنا مفهول فيه الظرف مكان منصوب والفقر مضاف إليه مجرور وزمان فعل مرفوع وجهم صفة مرفوع الواو حرف عطفين وكون اسم معطو فعل مرفوع وبغيد صفة مرفوع وجملة يفنع فعلية في محل رفع الخبر ويفنع فعلية استئنافية لمحللها من الإعراب من هنا من بلادنا نحن أقلعنا شراعا وموجة وليالي من حرف جر وهنا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر من حرف جر وبلادي اسم مجرور وانا في محل جر بالإضافة نحن ضمير رفع من فصل في محل رفع المبتدأ أقلعنا فعل ماضي مبني على السكون انتصاله منها الدالة على الفاعلين وانا ضمير متصلا مبني في محل رفع فاعل شراعا حال منصوبة موجة اسم معطوف وليالي اسم معطوف على منصوب منصوبا مثله وأقلعنا فعلية في محل رفع الخبر البيت التاسع وملأنا عين الزمان فما تبصر إلا كواكبا ولا آلي ألوح حرف عطف وملأنا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله من الدالة على الفاعلين والنظم المتصلا مبني في محل رفع فاعل عين مفعول به منصوب الزمان مضاف إليه مجرور والفا هنا استنافية ومع نافية وتبصر في مضار مرفوع إلا أداة حسن كواكبا مفعول به منصوب ألوح حرف عطف وعلى آلي اسم معطوف على منصوب ها بلادي كأن بغداد صارت من ذور الشام أو غدت لبنان ها حرف تنبيه وبلادي منادى مضاف منصوب بأداة نداء محذوفة وليأ ضمير متصلا مبني في محل جر بالإضافة كأن حرف مشبه بالفعل بغداد اسم كأن منصوب صارت فعل ماضي ناقص والتالي التأنيث لمحل لها من الإعراب واسمها ضمير مستطرا تقديره هي من حرف جر وذور اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدر على الفتا الذر الشام وضاف إليه مجرور أو حرف عطف وغداد فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر على ألف المحذوفة اتصال بتاء التأنيث الساكنة والتأ حرف لا محل له من الإعراب لبنان خبر غداد منصوب وعلامة نصبه الفتحة البيت الحادي عشر نحن شئنا الدنيا جمالا وحقا وخلقنا للعالم الإنسان نحن ضمي رفع منفصل مبني في محل رفع المبتدأ شئنا فعل ماض مبني على السكون اتصال بنا الدال على الفاعلين الدنيا مفعلا به منصوب وجمالا هنا حال منصوبة والوحرف وحقا اسم معطوف على منصوب والوحرف وحقا وخلقنا فعل ماض مبني على السكون اتصال بنا الدال على الفاعلين وانا في محل رفع فاعل العالم جار ومجرور الإنسان مفوض به منصوب وجملة نحن شئنا اسمية استئنافية لا محل لها من الإعراب وشئنا في محل رفع خبر وخلقنا فعلية معطوفة على شئنا في محل رفع حلان قد انتهينا من إعراب تلك القصيدة لا تنسى الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا